موقفان ألمانيان من تركيا قبل زيارة وزير الخارجية الألماني إلى تركيا وخلالها الأول يطالب أنقرة بالتخلي عن سياسة التصعيد في شرقي المتوسط وعدم تكرار سياسة اللعب بالنار والثاني خلال الزيارة تضمن تمنيا ألمانيا بأن يكون هذا العام بداية لتحسين العلاقات فهل ينجح الأتراك في كسر الجليد الأوروبي في ظل مخاوف من تأزم العلاقات مع واشنطن؟ ضيفنا من برلين الليلة البحث في العلاقات الدولية عبد المسيح الشامي أستاذ عبد المسيح أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار محاولات تركيا للتقارب مع أوروبا تثير حاليا العديد من الشقوق هل تشكك في ذلك ألمانيا أيضا؟ فهي لطالما سعت إلى ترميم العلاقة الأوروبية مع تركيا بداية مساء الخير لك سيدة شانتال والسادة المشاهدين لا شك أن العلاقات التركية الألمانية بشكل عام تنتسم في الأول الأخيرة بعدم السقة المتبادلة للأسف الشديد بين الطرفين وهذا كان واضح جدا من خلال المواقف واضحة وحتى تصريحات واضحة من قبل المسؤولين في كلا البلدين ولا يجب أن ننسى أن كان هناك زيارة لهيكو ماس قد ألغيت في الماضي القريب وهذه الزيارة تأتي ربما في سياق ومن خلال ما تفضلت به من تصريحات ربما نستطيع من خلالها تبين عدم السقة بالمواقف المعلنة وخصوصا من قبل الألمان تجاه الأتراك يعني اليوم كان العنوان الرئيسي ربما يكون أن الألمان والأوربيين يريدون مواقف حقيقية ليس مجرد تصريحات سياسية من تركيا وهذا ما ربما كان عنوان أو أهم الأمور التي ينوي هيكو ماس اليوم نقاشها في تركيا طبعا هذه زيارة أتت بعد تصريحات من قبل أردوغان بأنه يريد فتح صفحة جديدة مع الأوربيين ويريد ترميم العلاقات بين الطرفين خلينا نلقي نظرة سيد عبد المسيح على ما قال وزير الخارجية التركي مولود شووش أوغلو لأن حضرتك تطرقت إلى هذا الموقف من جانب أردوغان هو يقول تركيا مستعدة للقيام بما هو مطلوب منها للحفاظ على الجو الإيجابي بين أنقرة وبروكسل ملفت هذا الكلام واستمعنا إليه أستاذ عبد المسيح مرارا من قبل الجانب التركي وحضرتك أشرت أيضا إلى ما قالوا الرئيس أردوغان لكن هل يجعل هذا الموقف تركيا تتراجع عن مواقفها السابقة عن ممارساتها السابقة إن كان في شرقي المتوسط أو إن كان في عمليات التنقيب أو حتى ما طال ملفات أخرى كانت حساسة مع الجانب الأوروبي طبعا الموقف التركي يجب أن نفهم الخلفية الحقيقية ربما لهذه المواقف المتغيرة أو المستجدة من الطرف التركي هناك عنوانان أساسيان لهذا التغيير في المواقف أو ربما لهذه المبادرة من قبل أردوغان والحكومة التركية السبب الأول ربما ما يتعلق في الأزمة الاقتصادية والأزمة الاقتصادية في تركيا اليوم وصلت حد خطير جدا يؤشر ربما إلى انهيار شبه تام للاقتصاد التركي التضخم يعني وصل حد 14% وهناك انهيار العملة وربما يكون هذا أحد أهم الأسباب التي أجبرت ربما أردوغان على اتخاذ هذا الموقف من جهة أخرى أيضا الموقف المتوتر اليوم بعد مجيء أو يعني ربح بايدن في الانتخابات الأمريكية كان هناك أيضا أجواء غير مريحة بين الطرفين وأردوغان يتخوف حقيقة من تصعيد كبير بين الطرفين يعني بينه وبين أمريكا وربما يكون هذا السبب الأساسي ولذلك نقول أن الموقف التركي ليس مبدئي يعني ليس هو رغبة حقيقة في حل المشاكل وخصوصا فيما يتعلق بموضوع التوتر الكبير في الأون الأخيرة يعني قضية شرق المتوسط هذه القضية حتى الآن لا يوجد أي مواقف معلنة من قبل تركيا تؤشر وتؤكد بأن تركيا ربما يكون لها موقف مختلف في هذه القضية هو يريد ربما إجبار أو يجر الأوروبيين إلى طاولة حوار حول هذه القضايا الأوروبيين ليس لهم مانع يعني بشكل عام بالدخول في حوار مع تركيا لحل هذه القضية ولكن التخوف الدائم وهذا بادي كما يعني أسلفنا من قبل الأوروبيين بأن أردوغان يناور يعني يناور على المواقف ويتعامل مع القضية بمبدأ المراوغة وبالتالي وهذا جرى على سبيل المثال أكثر مرة سحب مواخر التنقيب وعادها مرة أخرى قبل يعني يسحبها قبل القمم الأوروبية ثم يعيدها إلى التنقيب مرة أخرى وبالتالي لا يوجد ثقة كبيرة حقيقة في الموقف التركي وحتى الآن لا يوجد موقف حقيقي تجاه هذه القضية وهذا تماما ما سرها عنه هيكو ماس عندما قال أنه نحن زاهبين أو هو زاهب إلى تركيا لكي يتبين الموقف التركي على حقيقته بشكل كامل ولكي يضع النقاط فوق الحروف وبالتالي أعتقد أن الموقف حتى الآن من تركيا ليس واضح كما يجب وهذه الزيارة تأتي في سياق تثبيت وربما أو وضع ركائز حقيقية ربما يكون فيها شروط أيضا على تركيا بأنك إذا أردتم اليوم الدخول فعلا جاءوا في فتح علاقات جديدة وفي ترميم ما هدم في العلاقات والثقة بين الترفين يجب أن يكون هناك مواقف محددة هو هيكو ماس وزير الخارجية الألماني سيد عبد المسيح ألمح إلى عدم ثقة بشكل أو بآخر ما بين العلاقة تحديدا ما بين برلين وأنقرة يقول في العام الماضي تواجهت السفن الحربية لبعض الدول المتحالفة في شرقي البحر المتوسط ويضيف في هذا الإطار لا نريد أن نعيش هذا بعد الآن لذلك من المهم مواكبة هذا التقدم والإشارات الإيجابية واضح هذا الكلام أنه يتمنى على الجانب التركي الالتزام هذه المرة ويشير بكل وضوح لأنه أنقرة لم تفي بوعودها السابقة لكن هل تجد سيد عبد المسيح وهل يجد اليوم الطرف الأوروبي أنه أردوغان مجبر على القيام بذلك؟ كنا قد تحدثنا قبل قليل عن وصول بايدن إلى السلطة هل اليوم الجانب الأوروبي يعرف تماما أنه أردوغان يذهب في هذا الاتجاه خوفا من ما يمكن أن يتخذه بايدن من قرارات لاحقا أعتقد هذا واضح حتى أن هناك كثير من المقالات وكثير من المحللين ذهبوا إلى هذا الأمر اليوم في إطار الكلام عن زيارة ماس إلى تركيا وأعتقد أن الأوروبيين فعلا جدين بشكل أو بآخر ربما لإقتناص هذه الفرصة لفرض حل حقيقي على أردوغان في هذه القضية وربما من الجدير قوله أيضا أن رئيسة المفوضية ورئيس الاتحاد فونلاين وميشيل أعتقد أن لهم أيضا زيارة إلى تركيا قبل نهاية هذا الشهر وطبعا جوش أغلو سوف يكون له أيضا زيارة هذا الخميس الخميس القادم إلى بروكسل وأعتقد أن هذا الحراك يؤشر إلى أنه ربما تكون هناك فعلا أجواء مختلفة أردوغان مدفوع ربما بتخوف حقيقي من انهيار داخلي كبير جدا ربما لن يعوضه اليوم هذا التصعيد الذي أبدأ حاول بشكل أو بآخر استغلاله لي إظهار نفسه كمنتصر وكقادر على فرض إرادته على الأوروبيين لن تفيد هذه القضايا عندما تصل الأمور حد الانهيار التام في الداخل إضافة إلى التخوف الحقيقي فعلا من الموقف الأمريكي الذي ربما يكون متشددا جدا هذه المرة تجاه تركيا وبالتالي ربما يكون الملجأ الوحيد هي العودة مرة أخرى إلى الحضن الأوروبي خصوصا وأن أوروبا هي الشريك الاقتصادي الأكبر وحتى بشكل أو بآخر ربما تكون الملجأ السياسي الوحيد الذي يمكن أن يكون حامي نتيجة مصالح أوروبا حامي للموقف تتراجع أوروبا عن العقوبات التي فرضت أخيرا شكرا بطبيعة الحال سيكون لنا لقاءات أخرى سيد عبد المسيح الشامي الباحث في العلاقات الدولية حدثنا الليلة من برلين